اقبال ملحوظ تشهد منطقة الازهر على شراء ملابس الاحرام وذلك بالرغم من موجة الغلاء التي تشهد عديد من القطاعات في مصر مزيد من التفاصيل في هذا التقرير مع اقتراب شعائر الحج لبيت الله الحرام شهدت سوق المنسوجات انتعاشا لحرص الحجاج على سرعة شراء كافة المستلزمات الخاصة بالحج من ملابس الاحرام وغيرها من المتطلبات الاخرى واحدة بتشتري فيه عباية للسفر عباية حرير او كريب او الحاجات دي وفيه جلبية اللي هي القط برضو زي مطرزة وجلبية عادي بتعب بقى في عرفة في مينة تبقى قطن عشان قتل الحر هناك والحاجات دي وفيه سيروال اللي هو السيروال بيجيب بسستة برضو وفيه اللي هو المعصم فيه شراب فيه جزمة بيضة فيه شبش بابيض كل دي مستلزمات خمار بالنسبة للرجال هو بشكرين مشكيل اللي هو الطاقم ومشكيل اللي هو الزهر والداء اللي هو فوق وفيه ساتر بتلبس تحت المشكيل الاحرام بالنسبة للرجال يعني اسعار مستلزمات الحج التي تتنوع بين الرجال والنساء والاطفال تختلف حسب مكان الصنع والخمات المستخدمة في صنعها والله تتبقى خمات مختلفة مش كل يعني فيه مستورد وفيه خمات مصر المستورد طبعا بيبقى جايين حاجات مستورد من السعودية وفيه حاجات مستورد من الصين المصر طبعا بتبقى خمات انظف انظف من الصين انما بالنسبة للسعودية الخمات انظف بالنسبة للأسعار طاقم الخروج بتقاين عن عاباية بتبدأ من 190 جنيه ل250 جنيه حسب الخامة وحسب المتيريال الجلبية العادية بتاعت المناسك بتبدأ من 110 100 جنيه و10 القميص بيعمل 50 جنيه البنطولون اللي هو السريوال ابو جيب وسوست بيعمل 45 جنيه الطرحة 35 جنيه شارع الأظهر في حي الجمالية من أكثر المناطق المعروف عنها بيع مستلزمات الحجة والتي يقصدها حجاج بيت الله الحرام لشرائي احتياجاتهم قبل السفر محمد محمود اون لاي